السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا باشواندي سياسين يا. الله يديك العافية. والله زراعتنا ما عندها عوية. الله تمام ما فيها عوية الحمد لله. بس نحن عندنا اشكالية قلت لك السنة المضط. كان عندنا مشروح سوف اده كان فوق اشكالية بتاع تموية. ايبا. وعانينا ما عانينا. وفقدنا راسماننا. ايبا. نزرعوا بيو. ماشينا للوالي. الوالي قال لي اخنا ما عندي مشكلة بصدق لكم زيارة. بمر عليكم ميدانية بشوق الحاصل شنو. وفعلا جانا لو كداك الوالي العسكري. اه حمدون. منو? الوالي العسكري ده. اه. طيب. محمد حمدون ولا محاجة زيدي. طيب. وجانا بارك الله فيه وزول كان صادق جدا جدا. جانا زيارة. ومر على المشروع ده شاف وشاف البوص وشاف. ايه مشروح سوى زيارة اي. ايه. ايه. احنا وقفنا معه وانا الاخ نحنا مضررين. ايه. متضررين ما لكم قلنا يا الله نحنا لينا سنة. نحنا صغار المزارعين يعاني لينا سنة? الفيادة نزات وفقدناها. عدم تسويك. اه عامل زمن. ناس على قدر حانة يعاني. زول بزرعة لعشرة بزرعة عشرين على قدر حانة. مزارعية. مزارعية الصغار. ايه. قال يا خلاص ما في مشكالة يا اخنا. المزارعين موقفيني البلد يشتو مزارعية دي. هاي موقفيني البلد ده ايه موقفيين البلد. لكن الشغالبين منو? قال ايدي اكلوا الطماطب. مش لو pierwsم المزارعين دي وانا الالدولا خلت بالها من المزارعة بزرعة هو Mal Lipid. لكن ما في زون شغال بها. وحكومتنا دولة السودان دي عكس الدولة التانية. يعني المزارعي ده يعني حاجة كتنة زي المعيوفة. زي المعايوفة كتن تقولو انا مزارعية عافق ب firm that could have some حاجة تاني. لكن هو بالعكس. هو المزارع هو الدولار ذاته. الدولار ذاتي هو المزارع. اه? 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 لا 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 خلاص ام الله اي من خبر ساي. اتنا تقول مزارعي. تدون مزارع خلاص زي المهنة كده المعافة. يعني حاجة كده زي ال. اه حتى النبي عليه السلام كان مزارع. كان مزارع وكان راعي. اه. المهم جانا. بارك الله فيه وسجل لنا زيارة صباح جلق المشروع ده بأهلوا فيه ومنظفوا فيه اي حاجة. وقعد معانا الدانة يوم لليوم كان يوم سبت. قعد معانا اليوم كله. دلوالي. دلوالي. هنا في الحتة دي? في مشروع في ادارة المشروع. قال يا اخي. انا يا اخي. احنا صغار مزارعين ومع ادارة المشروع. كلهم. ايوا. ايوا. وفي اصحاب اللملاك. قال يا خنا اهمني المزارع الصغيرة ده. اشار على عمنا حسن والناس الصغار يعني. دلوالي. اي دلوالي العسكري. اللي هو مننا وحصل منا حصل التغيير بتاع الناس القوة التغيير والجماعة المدنيين ديل. ايوا. ازونا ازيه. الرفاية بعشرة الالاف. قام. قال خلاص يا اخي. انا همني المزارع الصغير ده. اه. انا سلمل لها قل لي همك المزارع الصغير هيك بقال لول لا. دا عنده حاجة بسيطة وفقدة. انا دارة عوض النازين. وفعلا يزي والله خير عوضنا مشينا نحنا انا وعمك حسن. خسرنا زراعتنا. ما الموية كان قطعت وسنة ما جات. ما الفيضان كانت يعني الموية كان قطعت المشروع. والمشروع طبعا فقد الموية وتاني ما في حاجة. نحنا يوجد هنا زراعة. واتجاهنا واحد هي زراعة بس ما عندنا باب تاني. مينزرع بس. ايوا. اه قام قال خلاص يا اخي انا بعوض الصغار دين. وفعلا جزي والله خير. ادانا مواعيد وماشا عمل الميزانيتو. ادانا همسلاشر مليار. ايوا. للصغار دين. لعدد المزارعين لصغار المزارعين داخل مشروع سوبا. كم كده تغريبا يعني مية وخمسين مية. ايوا. والي تموين منهم زي تزعين نفر. ماشينا وقعدنا واللي اه دخلنا الولاية. وماشينا وزارة المالية والقناة هزول مدخلنا تحت مدارين يدوها طبعا. ما شغل حق والي. المحترض على القصة. المحترض وزارة المالية ما كان دار تمر والقروجي. إلا قالت ايخنا ضائرة ضامن. الضامن ضمن منه صندوق والزراعة. انا ضائرة صندوق الزراعة ضمن القروجي ما رأينا. جمناها القروجي من ضمن انها معانا واحد اسمو سامة. اهسا في الورشة بتاعة الصندوق ذات والورشة الزراعية. ما شبعانا للوزارة المالية ويقام جمناوا الورق دا والدون اليو. ودخلوها الحمد لله صرفونا الدونة خمس ستين جنيه النفر. خمس ستين الف. مقروشي. لكن الدونة عيش. فينا سخدوا ستة شوالات. وفينا سخدوا سبعة شوالات. وعشرة شوالات سمات. الكمية كانت زي كمو ستين مليون. اي. قعدنا عمدير الصندوق اللحظة دي كان وحيس محمد ابراهيم باش مهندس زراعي. يطروا الله بالخير. قال لنا يا ناسوبة. يا اخو الله القروجي منحا. الداخل لها الوالي. لكن احنا ما دعنا قولنا الكلام دا. قولنا الكلام دا بيون بيون ناسا سندس ويون ناسا الجمعيه. دي المشاريع اخرى مشاريع اخرى مشاريع اخرى مشاريع اخرى تاب على ولا يتنخرطون. الداخل ولا يتنخرطون. اي وا يجون الناس سلىة. يجون الناس حلاة كوكوي يقولوا كيف هيتوا تدوا ناسوبة ونيحنا ما لديتونا. قال هي مع القروجي cause نحن تكون مال دوار. ازرعوا اجيولوا اجيبوا ازرعوا اشيلوا ويجيبه زي تمويل يعني زي تمويل اي زي تمويل لكن الحق ده حق اكون احنا ماذا يريد نقول اصلا اي ترجعوا راس المال البسد تجي شيل البسد تجي شيل الناس تشيل معنى مال دوار وفعلا الناس ما ان شاء الله صددت نسبة السداد حصلت زي سبعين في المية الباقي زي تلاتين في المية وانا من رجع اصلا الناس اللي رجعوا لخير اللي زور الجابو جديد اللي من دير الصندوق قال انا ما عندي حاجة ولا بدي يكون ولا بعرف والي لا بعرف داك لا بعرف دا لا دا وانا لا يخلح الوالي داك مفاتي زي والله خير وبارك الله فيهم انو زور اشتغل في الولاية ما قصر وكان بيهم المواطن وكان بيتهم الدولة ذاتة بيتهمهم يعني زور كان هميم جد احنا والله تلفونات دي الساعة اثنين بالليل يروت عليها بعد داك زول السداد قال لا انا ما عندي لكم اي ثومين ولا بعرف لكم قروش ولا بعرف خمستاشر مليار ولا بعرف جينيه ولا بعرف قيريش لا بعرف دا لا بعرف دا اتو ما سددتو دا الوال الجديد دا مدير الصندوق الجديد دا مدير الصندوق قال اتو ما سددتو قلنا لا اخي تموين السدد السداد دا نسبة 60% موين السدد المسدد دا ما تددي هم مدينية خلاص تبقى عليهم دا قال لا كما الناس يسدد 100% انا ما حاهم موين وديش كاليات نبي قتين يعني حقا حقا قبل الدوناليو كمنحة كمنحة من حكومة الولاية وفي النهاية استداد عارة فوق يلقاها باردة قاعة ترت قال لا المال دا بعندكم فوق اي حاية المال دا يرجع لولاية يرجع لولاية الوزارة المالية ولاية الخرطوم دا معين انه جماعة جديدين دا وزارة زول كبير يا اخي زول من انتهي يعني يقول لنا الحاجات القديمة قديمة زول زراعة دانا فيها مشكلة والتاني لك ناس مزارعية في المشروح ان عندكم مشكلة غير الموضوع دا لا انا في الموسم الجديد دا كان هو بنعاني من العشاب هو عين يعني عندنا يقول لنا العين البوزة يعني دا ما بخلي الموية تمشي نسبة الموية زادة حالية لحد الآن غنواتنا الغنوات الترعة اللي بيسم عندنا الترعة الترعة الفرعية وصخانة الترعة الفرعية دي وصخانة لازال لحد الآن وصخانة ما نظيفة يعني نسبة الانسيابي بسيطة حد الآن نادل تشتري البقاء بثلاثة تالاف ونص دجاز يعني أسا المزارع الحريص ما برجل الانسيابي الانسيابي انت كاريدو حيمركوك منت جنة وسقطة يعني انا رجل انسيابي رجل انسيابي نما رجيك الخريف والخريف يقول له باقي لثلاثة شهور في لسه في عشاب يقول عندك الترعة سعادية دي تنظفت لحد يدو لثلاثة ترعة ثلاثة لحد اللفة المشروع ده كله تردف يعني ما في ترعة تنظفة كاملة إلا المكتب إلا الإدارة وشو بيها الناس يعني من أي وزير أو أي مدير أو أي عاية إنه ترعة كلها نظيفة زي دي بسمحة بسمحة للإدارة هناك الترعة بتاعة الإدارة دي إلا تنظفت كلها كاملة لكن تاني مشروع ده كله ما في ترعة تنظفة كاملة كله بس نسكم 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 بعدين هزا ده أنا عارف الحكومة دي قيب لينا عوين إحزاثوا مريد تتعاملوا معا كيف نحن المريدي في البيت تعاملنا معا صعب خلوا مري في إدارة عمل والله العظيم إتا لو دار تنظف معا له يعني تلافي عينها مشكلة إنها مشتها مشكلة مديت على حقنا ضائع بسبب العوين ده يجيوا لك راجل عشان تقدر تتفاهم معا وكان نظمي دار تلاوي تلاوي دار حقك بتأخذه منه بتعرف يتأخذه منه وبشيل بخوت معاك المري يتمسك أمينين تهابش أمينين تقول معاه شو ما في النهاية حرمة يا أخي كل حرمة يتتل حاجل على حاجل حاجل على حبيل في البيت تعاملك معا صعب قدام عيالها ما بتقدر تقني بجنبها قدام اللي بتعملها بحاجات زي دية يعني الحكومة كلها يابا لنا عوين وزيرت الزراعة مرة وزيرت الصندوق كانت مرة وزيرت الزراعة ديني الليلة في المدار شروح صوبة مرة شنو هم ممكن لها كين الريال كملوا الناس بدرجات وناس فهمين وناس أي حاجة يا أخي الناس ما تستقر نفسها زي دا يا أخي يا أخي نعم المرة 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 يا أخي ونعم وقت الرسول كان بحارب كان بمشا معاه بداونة جلحة لا كان رقد معاه بقرة تقدر تجيك حاقدة ببري بري بري شنو والله العظيم نحن الحكومة دي لا تأذتنا زي دا لكن والله الشعب السوداني فهو الناس يستاهلون يسهولون زي دا لأن الحق بيدسوه الحق بضاروه الحق دا بضاروه لشوف ما يقوله الحقيقة الحق دا بضاروه الشعب السوداني الواحد يسهل زول الماء يقول ييفو معاه والزول العديل البنصف الحق يقول لك دا أكلنا وتفعل لنا وترك لنا يعني السنة حمد أحمد دا الحكومة الفتادي ما كنتم يتضرر منها بحاجة ولا شيء لتنا متضرر منها بحاجة لكن البيجي دا مفروض يحكم يخدم الشعب اتا يا أبو عشان تخدم وتعارف المشكلة كانت الحاصلة مشكلة كانت الحق وغود وشيئة زيدي وشيئة زيدي وشيئة زيدي وشيئة زيدي وشيئة زيدي ما تابع لين؟ منو؟ أنا ما تابع لأي حاجة أنا زول مواطنين وبسا أخوي لكن كلما تحق بقوله كلام برد وبرعنس كلام برد كوز ولكزان ما قالونك أكلوه بزات أنت ضررتون الكزان في حاجة ما انضررت منهم حاجة الكزان كان في أمن كان في سلة غزاك نحن كنا نخد ميزانية في البيت ميوة ثمانيني أنا اللي لبخود قرش باليستيقى يا أخي التعليم كذلك ما عنده؟ السبب شنو؟ السبب ديل منهم؟ العواليك جزء العواليك جزء طيبة شوف الله الحلل بعدي الناس ما عندهم زيدي والله ما عندهم زيدي الناس الفي الحكومة كلهم كان حركات مسلحة كان ناس حميتي ديل كان أبو أدس منو حمدو كوندا كل الناس ما عندهم زيدي إتا شايف اللوضع دا زيدي أنا اللوضع دا كعبار وزول في بيتي أنا في بيتي أنا نشوف اللوضع عسوة بغير بحاولة غير وطع البيت نفس القصة دي حياتنا أمثال يعني أمثال كلهم كعبين كلهم كعبين كلهم كعبين كلهم كعبين ساكتين على الغلط إتا قبيل ما عارف الشعب السوداني مرق لاشنو؟ الشعب السوداني مرق مرق من ضنك المعيشة إتا جيدة ضنك تعالو زيادة طوالي أنا كراجل كراجل وزول عندي همه وعندي هم على مواطني وعلى بلدي والله طوالي أرفعي الرأي أقول السلام عليكم نازل طوالي لماذا أنا أتدلق أن أتعولك مع النازي كنت أتعب النازي يا أخي يا أخي عندك خسزي وزير الإعلام أيمنا بالله أنا ما نجاوه اليوم خشمه مطبق أولا مثلا ما نجاوه في مصر كنت أقول قدرده قدرده ما أكبر أقول كل الناس يبتأقول يا عيسى تفتكر الزعلان بيكاتل زول الزعلان بني عندنا مسأل بقولك الزعلان بكاتل نازل الزعلاني على الناس الفاتوا نحن زمنا معاون شنوه نازل فاتوا ما عندنا معاون زمب ولي حاجة يا الوحدي يجيك 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 يبقر بعد بقر يقب قدر الليلة وباكي يفتح ما معنا شو معربة الجازة معربة الجازة أهان قاعد يأكل بده تنكر البده بتاع البده نازل شينو بطلبة رسالة أخيرة رسالة أخيرة للحاكومة دي تزيح بس الحاكومة الحالية دي تزيح كان عندهم زمة كلهم يزيح كلهم 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 يزيح كلهم يزيح وما في عزاكر كان في عزاكر كان زمان خدتوا قراعهم في الوطني زح من الازل غاري ما في عزاكر عندنا طاعنا أخونا وأخونا مزارع في مشروع سوبا كلامه هنا بصفته إنه مزارع ناقد ممكن ضايبة ناس مستثمرين في مجال الزراعة كيف؟ كلهم كلهم كلهم